بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم في موضوع عمل صمام حد الضغط مرشد التشغيل بالرموز الهايدروليكية Operation of Pilot Operated Pressure Relief Valve by Hydraulic Symbols في العرض السابق تحدثت عن مبدأ عمل صمام حد الضغط مرشد التشغيل في هذا العرض التقديمي سأتحدث عن مبدأ عمل هذا الصمام ولكن من خلال فهم الرمز الخاص بهذا الصمام كما ذكرت في العرض السابق صمام حد الضغط مرشد التشغيل فعليا يتكون من صمامين الصمام الموجود في الأسفل هو الصمام الأساسي أو المين فالف أما الصمام الموجود في الأعلى فهو صمام الإرشاد عملية التحكم بضبط هذا الصمام تقوم من خلال عملية تدوير هذا المقبض الذي يكون متصل مع سبرينج موجود في صمام الإرشاد بالنسبة لرمز صمام حد الضغط مرشد التشغيل هذا الرمز هو الرمز المبسط بشكل عام المربع الموجود في داخله هذا السهم وهذا السهم مزاح عن الوسط بمعنى هذا الصمام مغلق في الوضع العادي طبعا هذا هو رمز الصمام الأساسي بالنسبة للخط المتقطع المأخوذ من بوابة الدخول هذا الخط المتقطع هو خط الإرشاد الداخلي بالنسبة للمثلث المضلل في داخله هذا يمثل صمام الإرشاد أو ضغط الإرشاد بالنسبة لهذا الزنبرك المرسوم عليه خط مائل بزاوي 45 هذا عبارة عن heavy spring بمعنى زنبرك قوي موجود مع صمام الإرشاد ونقوم بعملية التحكم بهذا السبرينج من خلال عملية تدوير المقبض أما بالنسبة للخط المتقطع الذي يتصل بين السبرينج وبين بوابة الخروج المتصلة مع الخزان فهذا عبارة عن خط التصريف الداخلي بالنسبة للرمز المفصل لصمام حد الضغط مرشد التشغيل هذا هو الرمز بي الكامل لاحظ هنا كما ذكرت الصمام الرئيسي هذا الصمام هو الصمام الرئيسي لاحظ بالنسبة لهذا السبرينج هذا السبرينج الذي يؤثر على الصمام الرئيسي يكون زنبرك خفيف قيمة الانضغاط له تكون تقريبا 25 والغاية 50 PSI بالنسبة لهذا الخط هذا خط الإرشاد رقم واحد هذا خط الإرشاد رقم واحد هو الذي يؤثر على الصمام الرئيسي بالنسبة للصمام الموجود في الأعلى هذا الصمام يمثل صمام الإرشاد وهذا صمام الإرشاد من خلال أن نقوم بعملية ضبط هذا الصمام إذن وجود هذا السهم على هذا الزنبرك يعني أن هذا الزنبرك قابل للانضباط بالنسبة لخطوط الإرشاد التي تتصل مع الصمام الرئيسي كما ذكرت هناك الخط رقم واحد وأيضا هناك الخط رقم اثنان بالنسبة لخط الإرشاد الذي يؤثر على صمام الإرشاد هذا هو خط الإرشاد الذي يؤثر على صمام الإرشاد بالنسبة لبوابة الدخول لهذا الصمام هذه هي بوابة الدخول أما بالنسبة لبوابة الخروج فبوابة الخروج في النهاية تتصل مع الخزان الهايدرليني دعونا بداية نتعرف وبشكل سريع كيف يكون الصمام في حالة إغلاق كامل لاحظ هنا هذا الصمام صمام حد الضغط تم ضبطه عند قيمة مقدارها 1500 PSI ببساطة لأن قيمة الضغط التشغيلي هي 1000 PSI إذن قيمة الضغط اللازم لتشغيل هذه الدائرة الهايدركية الموجود في هذا الصمام هي 1000 PSI إذن نضبط قيمة صمام حد الضغط مرشد التشغيل عند قيمة أعلى إذن تم ضبطه عند قيمة 1500 PSI لاحظ هنا بالنسبة للسائل الذي يدخل إلى الصمام لاحظ هنا بالنسبة للمكبس هذا المكبس الموجود في الزلاق الموجود في الصمام الرئيسي لاحظ فيه ثقب هذا هو الثقب يسمى بالأورفس إذن السائل الذي يغذي النظام الهايدرليكي يندفع عبر هذه الفتحة ويستقر فوق هذا المكبس إذن السائل الهايدرليكي الموجود فوق المكبس يكون في حالة سكون وبنفس الطريقة أيضا بالنسبة للسائل الموجود في مقدمة قفاز صمام الإرشاد أيضا يكون في حالة سكون لاحظ مقدار الضغط الذي يكون أعلى المكبس والضغط الذي يكون عند زلاق صمام الإرشاد تكون قيمته في هذه الحالة هي 1000 PSI إذن كيف يغلق هذا الصمام؟ لاحظ بما أن الضغط ضغط الإرشاد هو هنا في هذه المنطقة هي 1000 PSI بينما الـ Sitting لهذا الزومبرك هي 1500 إذن يبقى صمام الإرشاد في حالة إغلاق بمعنى هذا البوبيت هذا القفاز يبقى في حالة إغلاق إذن السائل الهايدرليكي الذي يدخل إلى الصمام يخرج من الجهة الأخرى باتجاه النظام الهايدرليكي بالنسبة للبوابة التي تتصل مع الخزان هذه البوابة تكون في حالة إغلاق كامل إذن لاحظ هنا لو قمنا بتحليل مقدار القوة التي تؤثر على الزلاق بمعنى القوة التي تؤثر على المكبس لاحظ هذا المكبس مقدار القوة التي تؤثر عليه من الأعلى أولا هناك القوة الناتجة عن ضغط النظام التشغيلي وهي 1000 PSI وأيضا هناك قوة هذا الزنبرك الخفيف وقيمته 25 PSI إذن مقدار هنا مقدار الضغط الذي يؤثر على المكبس من الأعلى مجموع هذا الضغط هو 1000 و 25 PSI بمعنى مجموع ضغط النظام زائد ضغط هذا الزنبرك الخفيف الموجود في الصمام الأساسي بالنسبة للضغط الذي يؤثر على المكبس من الأسفل هنا الضغط هو ضغط النظام وقيمته 1000 PSI إذن لاحظ هنا من تحليل القوة على هذا المكبس نلاحظ أن القوة التي تضغط للأسفل هي أعلى من القوة التي تدفع المكبس إلى الأعلى بمقدار انضغاط هذا السبرينغ الخفيف إذن يبقى هذا المكبس مدفوع إلى الأسفل بمعنى الزلاق كل الزلاق الموجود في الصمام الأساسي يبقى مدفوع إلى الأسفل فتظل هذه البوابة المتصلة مع الخزان في حالة إغلاق كامل إذن لاحظ حتى نفهم مبدأ عمل صمام حد الضغط عندما يكون في حالة إغلاق كامل كما ذكرت هذه بوابة الدخول للصمام الهايدروليكي هنا مقدار الضغط هو ألف بي اس آي وهو ضغط النظام الهايدروليكي لاحظ يدخل الصمام من بوابة الدخول يندفع باتجاه الفتحة الموجودة في المكبس لاحظ بالنسبة لهذا الرمز هذا رمز الخانق الموجود في المكبس ويندفع السائل الهايدروليكي أيضا باتجاه صمام الإرشاد لاحظ صمام الإرشاد هنا نضبوط على ضغط قيمته ألف بي اس آي لاحظ هنا بالنسبة للضغط الموجود في الخطوط المضللة باللون الأحمر هي ألف بي اس آي إذن لاحظ بالنسبة لخط الإرشاد رقم ثلاثة والذي يؤثر على صمام الإرشاد لاحظ هنا يضغط بضغط قيمته ألف بي اس آي إذن لاحظ هنا الستنج لألسبرينج أعلى من ضغط النظام إذن في هذه الحالة قفاز صمام الإرشاد يظل في حالة إغلاق كامل إذن في هذه الحالة بما أن صمام الإرشاد في الأعلى يكون في حالة إغلاق إذن بنفس الطريقة دعونا نحلل القوى الموجودة على الصمام الرئيسي لاحظ الصمام الرئيسي يتعرض إلى ضغطين بمعنى قوتين القوى الأولى هي هذا خط البايلوت والذي قيمة الضغط فيه هي ألف بي اس آي وهذا الضغط هو الذي يؤثر على المكبس من الأسفل أما بالنسبة للقوى التي تؤثر على الصمام من الجهة المقابلة فهناك قوى هذا السبرينغ الخفيف وهو 25 بي اس آي بالإضافة إلى ضغط الإرشاد رقم اثنان وقيمته أيضا ألف بي اس آي إذن لاحظ هنا بالنسبة للصمام الرئيسي مقدار القوى التي تؤثر على الصمام الرئيسي من الأعلى هي قيمة ضغط النظام وهي ألف زائد انضغاط السبرينغ وهي 25 بي اس آي إذن المجموع هنا هو ألف و 25 بي اس آي أما بالنسبة للضغط الذي يؤثر على الصمام الرئيسي من الأسفل فقيمته ألف إذن لاحظ هنا القوى أو الضغوط التي تؤثر على الزلاق من الأعلى أعلى من الضغوط التي تؤثر على الزلاق من الأسفل في هذه الحالة يبقى الزلاق الخاص بالصمام الرئيسي في حالة إغلاق إذن السائل الهايدريكي في هذه الحالة يندفع باتجاه النظام ولا تفتح بوابة الخروج المتصلة مع الخزان الهايدريكي لاحظ عندما تندفع الأسطوانة الهايدريكية على سبيل المثال وتصل إلى أقصى حد لها في هذه الحالة تتوقف الأسطوانة عن العمل طبعا المضخة هنا نعتبرها مضخة ثابتة الإزاحة بمعنى دائما أبدا تعمل وتقوم بعملية سحب وضخ إذن لاحظ الخطوط المضللة باللون الأحمر عندما يبدأ ضغط النظام بالارتفاع يبدأ الضغط في كل هذه الخطوط الحمراء بالارتفاع لاحظ عندما يصل ضغط النظام إلى قيمة أعلى بقليل من الستنج لهذا الصمام على سبيل المثال ألف وخمسمائة وواحد بي اس آي ماذا يحصل في هذه الحالة؟ لاحظ هنا يكون الضغط أعلى هذا المكبس هو ألف وخمسمائة وواحد وأيضا يكون هنا الضغط المواجه أو المقابل لصمام الإرشاد أيضا يكون بمقدار أعلى بقليل من ألف وخمسمائة إذن في هذه الحالة ماذا يحدث؟ لاحظ بالنسبة لزلاق الإرشاد تؤثر عليه قوة من اليسار قيمة ألف وخمسمائة وواحد بي اس آي بينما من اليمين يؤثر على هذا القفاز ألف القوة الخاصة بهذا السبرينغ وهي ألف وخمسمائة إذن هنا في هذه الحالة يفتح هذا الصمام بمعنى يفتح زلاق صمام الإرشاد نتيجة اختلاف القوة إذن ماذا يحدث في هذه الحالة؟ لاحظ عندما يفتح هذا الصمام نتيجة ارتفاع الضغط في النظام بحيث أصبح قيمة أعلى بقليل من الستينغ لهذا الصمام هنا عندما يفتح الصمام العلوي يندفع كمية بسيطة من السائل الهايدوليكي تعبر الزلاق الأساسي لاحظ الزلاق الأساسي موجود على طوله هذا الثقب إذن جزء قليل من السائل الهايدوليكي يعبر الزلاق الموجود في الصمام الأساسي ويذهب باتجاه الخزان الهايدوليكي إذن تحدث هذه العملية عندما يرتفع الضغط في النظام بحيث يصبح أعلى بقليل من الستينغ لهذا الصمام إذن ماذا يحدث في هذه الحالة؟ لاحظ نتيجة تدفق السائل الهايدوليكي من صمام الإرشاد عبر الصمام الأساسي إذن هنا السائل الهايدوليكي أصبح في حالة حركة في حالة سريان بمعنى السائل الذي يدخل إلى الصمام يعبر هذه الفوهة هذا الأورفس إذن لاحظ عملية عبور السائل هذه الفوهة عملية تدفق السائل عبر هذه الفوهة هذه الفوهة تشكل مقاومة للسريان إذن عملية وجود هذه المقاومة على السريان تؤدي إلى انخفاض ضغط السائل الهايدوليكي أثناء عبور هذه الفوهة إذن ماذا يحدث بالنسبة للسائل الهايدوليكي في هذه الحالة؟ طبعا لاحظ عملية انخفاض الضغط في أعلى المكبس تؤدي إلى أن يندفع المكبس باتجاه الأعلى إذن في هذه الحالة لاحظ المكبس أصبح عليه قوتان أو ضغطان الضغط في الأسفل هو الضغط الذي وصل إليه النظام الهايدوليكي وهو 1500 و 1 أما بالنسبة للضغوط التي تؤثر على المكبس من الأعلى فهي ضغط السائل الهايدوليكي والذي انخفض بمقدار كبير نتيجة عبوره هذا الفوهة وأيضا القوة التي تمثل انضغاط الزنبرك الخفيف وهي 25 PSI بشكل عام القوة التي تؤثر على المكبس من الأعلى تكون أقل من القوة التي تؤثر على المكبس من الأسفل إذن النتيجة هي أن يندفع المكبس إلى الأعلى اندفاع المكبس إلى الأعلى يعني اندفاع الزلاق إلى الأعلى حتى يصبح في حالة اتزاء إذن هذا هو عمل هذا الصمام عندما يرتفع الضغط في النظام بحيث يصبح أعلى بقليل من الستنج لهذا الصمام دعونا نفهم كيف يعمل هذا الصمام من خلال الرموز لاحظ قبل أن يفتح صمام الإرشاد كان الضغط في خط الإرشاد رقم ثلاثة هو قيمة 1501 بمعنى هنا القوة التي أو الضغط الذي يؤثر على صمام الإرشاد هي 1501 وهي أعلى من الستنج لهذا الصمام إذن صمام الإرشاد في هذه الحالة يفتح إذن تندفع كمية قليلة من السائل الهايدروليكي باتجاه الخزان إذن لاحظ هنا السائل الهايدروليكي أصبح في حالة جريان إذن ماذا يحدث للسائل عندما يعبر الفوه الموجودة في المكبس لاحظ عندما يعبر الفوه الموجودة في المكبس ينخفض الضغط في هذا النظام دعونا نفهم ماذا يحدث بالنسبة للضغوط التي تؤثر على الصمام الرئيسي لاحظ بالنسبة للضغوط التي تؤثر على الصمام الرئيسي هنا ضغط الإرشاد رقم واحد وهنا قيمة الضغط ببساطة هي 1501 PSI أما بالنسبة للقوة التي تؤثر على الصمام الرئيسي من الأعلى فهي قوة الإرشاد رقم اثنان ولا ننسى أن الضغط في هذا الخط هنا أصبح قيمة قليلة نتيجة المقاومة التي شكلتها الفتحة الموجودة في المكبس إذن لاحظ هنا بالنسبة للصمام الرئيسي القوة التي تؤثر عليه من الأسفل هي 1501 PSI أما القوة التي تؤثر عليه من الأعلى فهي قوة أو الضغط خط الإرشاد الذي أصبح في حالة انخفاض زائد القوة التي يضغط بها الزمبرك الخفيف وهي 25 PSI وهتان القوتان في المجمل أقل من 1501 PSI إذن ماذا يحدث في هذه الحالة؟ الزلاق في الصمام الأساسي يرتفع إلى الأعلى إذن هنا يبتعد هذا القفاز عن المقر أو المجلس له ويفتح الصمام إذن الجزء الكبير من السائل الهايدروليكي الذي يضخ من المضخة يرجع إلى الخزان الهايدروليكي عبر هذه البوابة أو هذه الفتحة المتصلة مع الخزان لا ننسى في هذه الحالة أن صمام الإرشاد يبقى في حالة فتح بمعنى هناك كمية بسيطة من السائل الهايدروليكي تعبر صمام الإرشاد وتعبر هذه الفوة باتجاه الخزان الهايدروليكي لاحظ هنا بالنسبة للأسهم الموجودة في الرموز لاحظ بالنسبة لهذا الرمز هذا السهم الكبير يعني أن غالبية التدفق التي تنتجها المضخة ترجع إلى الخزان ولكن عبر الصمام الأساسي أو الصمام الرئيسي لاحظ هنا بالنسبة للأسهم الموجودة عند صمام الإرشاد هذه الأسهم الصغيرة هذه تعني عملية تسريب للسائل الهايدروليكي عبر الزلاق إذن هذا هو فكرة عمل صمام حد الضغط مرشد التشغيل عندما يكون مفتوح بالكامل من خلال توضيح هذا الرمز شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته